هواني اخواتي اهلا ومرحبا بكم في اللقاء الجديد مع اخر اخوار فريق الويده الرياضي فالفريق الويده الرياضي على نظري اونا رات بركان بهدف دون رد مساء يوم السبس ضمن الزورة التاسعة عشر من دوري الاحترافي انوي ليرفع معنوية ينقى رحلتي الشاقة لمراقل جالكسي البوتواني الجورة الخامسة من دوري المجموعات لدوري ابطال الفريق الرياض والتاسم الشوط الاول بالتاكسيك السالم بين المداربين تونسيين معين الشعباني وفوز البنزلسي وفي الشوط الثاني وبالضوط في الدقيقة الخامسة والخمسين شجل المهاجم النجيري ادي اوغونس الهدف الوحيد في المباراة والتالي تلاه في البطولة الوطنية الاحترافية بعد ان انضم مالي الفريق في المركات الشاشون الماضي استمت الدفاع لتعمل هذا الهدف امام محاولات بركان لادراك تعادل بواسطة اللاعب يوسف ضيرو وبعد مناورات محمد المرابط وبهذا الانتصال يسجل الوداد انتصاله التاسع بالدوري يفعل راسده الواحد وثلاثون نقطة في المركز الرابع خلف الفتح الريباطي بفريق الاهداف بينما يحتل النابات بركان المركز الخامس براسد ثلاثون نقطة وفي المؤترم الصحفي الذي يلي المباراة شكر فوز البنزلسي رئيس الوداد العبد المجيد البلناكي بعد الانتصال الذي حققه الفريق ووضح انه اجتمع مع الرئيس ونزح في اقناعه بالاتراجع عن قرار استقالاء ومواصلة تدريب الفريق واضاف عبد المجيد البلناكي يعرف كيف يتحمل اليوجال الاوضاع التي يعيشوا الفريق حاليا واصر على بقائي رفق تباقي اعضاء النادي وانا اسكرهم وفي حديثي عن المقابلة قال قدمنا مباراة في المستوى ضد فريق قوي وحاولنا تفادي الار اخطاء التي التكبناها في المباراة السابقة والتي استقبلنا فيها الاهداف عن طريق الاخطاء الفريق وتمنى ان نستمر في تحقيق النتائج الايجابية السلام عليكم الله